يبدو أن شهر الغليان الأمريكي قد شارف على الانتهاء بعد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن دون سابق انذار وفي خطوة مفاجئة أجلت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات كانت ستفرض على طهران وتستهدف قطاع البتروكيماويات وفي تطور آخر قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن آلية إنستيكس للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران لن تشكل مشكلة لبلاده طالما استخدمت لتداول البضائع التي لا تدخل في نطاق العقوبات الأمريكية والسلع الإنسانية فما الذي حدث سؤال قد تبدو الإجابة عليه صعبة بعد سلسلة التهديدات الإيرانية التي كان آخرها تهديد قيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني حسين كنعاني بضرب المصارح الأمريكية في المنطقة وما تلاها من تأكدات نائب رئيس هيئة ميليشي الحجد بالعراق أبو مهدي المهندس بجهوزية ميليشياته لأي هجوم محتمل ضد طهران التي دعمتهم منذ أربعين عاما لكن ثمت من يؤكد وجود تفاهمات مسبقة بين طهران وواشنطن حول ما يجري بدءا من احتلال العراق ودعم طهران لها وصولا لمسرحية الانسحاب الأمريكي من العراق الذي كانت طهران جاهزة لملء فراغه وما تبعه من الاتفاق النووي الذي عدته أوروبا إنجازا ووقعت عليه أمريكا مباركة ليأتي ترامب وينقضه ويحصل بفعله ملايين الدولارات وألاف الفرص الوظيفية التي تدعمه في الانتخابات القادمة وما تهدئة إدارته اليوم كما يرى مراقبون إلا بعد تحقيق الغاية من العقوبات والتوتر الحاصل الذي وصل ذروته ليعود ذات بالون الاختبار لوضعه السابق حيث حققت أمريكا ما تريد وبقيت إيران الفزاعة التي تخيف بها دول المنطقة هذه التي يراد لها أن تظل مضطربة على صفح ساخن لا يهدأ لمواصلة نهب ثرواتها